السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في الحلقة رقم 7 من اسأل خالد اليوم رح ناخد 10 اسئلة جديدة ونجاوب عليها الله يعطيك العافية أستاذ خالد شكراً كتير على جهودك وأنا متابع معك في البيت سفاي ياريت تعطيني معنى كافي مع كم جملة لكلمة أوشتين كلمة أوشتين في الحقيقة هي صفة عدي اكتيف جاي من الفعل أوشتين أخذناه في حالة المصدر ضفنا له حرف D صغنا الباتي تسيب 1 واستعملنا الباتي تسيب 1 كصفة أوشتين طبعاً هذا الشيء علمتكم يعني في دروس الأولى لقواعد البيت سفاي بتمنى أنه تراجع هالدروس كمان فأوشتين تحديداً معناتها إنه الشيء القادم الذي لم يأتي بعد ولا يكونه سوف يكون قريباً مستحق أو قادم أو سيحدث قريباً منشوف مثال يتوضح المعنى أكتر أنا بقول يعني لازم أدرس للفحص الجاي اللي على الأبواب اللي سوف يكونه قريباً مستحقاً إذن هاي معنا كلمة أوشتين وهي جملة مثال عننا شكراً كتير أستاذ وسؤال صغير كيف فيني يقول أبوي بدو يزوجني قبل أخوي الكبير وشكراً سلفاً مفتاح حل هالجملة هو الفعل فهائغة يعني يزوج طبعاً الفعل هائغة بدون البادئة فو اي اي ا هائغة يتزوج فهائغة يزوج طبسي ترجمت الجملة مين فاتر will mich فور مينم ألترن برودا فهائغة مين فاتر will mich فور مينم ألترن برودا فهائغة يعني أبي بدو يزوجني أبل أخوي الكبير يعطيك العافية أستاذ خالد إذا ممكن تشرح لنا هاي القاعدة إيش لسي ميش نيش فاعشن إيش لسميش في جمل كتير وبجي فعل في آخر الجملة وشكراً سلافاً في الحقيقة الفعل لسن له استخدامات كتيرة ومعاني كتيرة طبعاً وخاصة أنه مرتبط بموضوع قواعد اللغة الألمانية بدو شرح درس خاص في الحقيقة عن هالموضوع ولكن أنا رح أختصر وأجواب على سؤاله في هالحالة الجملة التي ذكرتها إيش لسميش نيش فاعشن هي جملة في الحياة السوقية شوية تستعمل في اللغة العامية ولكنها كثيرة الاستخدام معناها أنه لن أدعى أحداً يضحك علي لن أدعى أحداً يضحك علي إذن لسن هو أنه لن أدعى أحداً لسن أنه يتم شيء فعل شيء أو في حدث الحدث هو طبعاً بيكون الفاعل فيه مبني للمجهول مثال تاني مثلاً أنا ممكن أقول إيش لستي تجي لعندك أو لعندك إذن اللسن هو أنه يدع شيء أن يتم في هالحالة يستخدم بهالشكل أستاذنا الكريم الله يعطيك العافية بعد إذنك شرحي جمال واحد من صلل كنه شلافنين هندي وكن نين لسنس نخمال درüber شلافن درائي دس إيش إن فشلافنس نست طبعاً التلات جمال حلوين كتير لذلك أنا لفت نظري هالسوأل رحن ترجمون الجملة الأولى يعني لا توقز الكلاب النائمة في أي حالة نستخدم نحن هالمثال هو معناه إنه إذا في شخص ما هو منتبه لشغله لا تروح يعني أنه تنبهه أو تنكشه أو تخليه انتبه شخص مثلا إله معك مصاري ما تدين منه أنت وهو نسيان ما عبسألك فأنت لا تروح وفيها كعب لك لا تروح تذكره بهذا الشي خليه هو منتبه هالله هاي مناسبة ممكن نستعمل فيها هالجملة إذن لا توقز الكلاب النائمة يعني أنه لا تنبه أو لا تفتح حالك بواب أنت بغينا عنها بها المعنى ترجمة المثال للغة العربية الجملة الثانية طبعا هون رجعنا استعمالنا شوفوا من السؤال السابق منه يعني دعنا ننام عليها ليلة إذن هو كمان مثال في اللغة الألمانية أو حكمة إنه خلينا نحن نفكر بهذا الشي ما ناخد قرار رأسا وإنما ننام عليها ليلة لسنس داريبا أين نخت شلافن إذا أجل شخص لعندك ألأك مثال عندي مشروع رسمال مني والمصاري منك فأنتي بتقول لو لسنس داريبا أين نخت داريبا شلافن يعني خلينا أنام عليها ليلة أفكر فيها أقلبا بمخي وبكرة أخد قرار لسنس داريبا أين نخت داريبا شلافن الجملة الثانية داس إس إن فشلافنس نست معناتا إنه يعني مكان هذا مكان مهجور صغير ليس ذو أهمية منسي مكان منسي إذن الفشلافنس نست طبعا النست هو في اللغة الألمانية هو العش مقصود فيه في هالحالي عش العصافير مثلا فإذا كان هذا العش منسي يعني الطيور ما عب تجي عليه ما عب تنتبه لصغارة أو للبيض الموجود فيه أو لا يستعمل أبدا فبنقول إنه مكان مهجور مكان منسي فكناية عن هذا الشيء منقول إنه فشلافنس نست داس إساس عن فشلافنس نست يعني إنه هذا مكان مهجور منسي ليس له أهمية شكرا على جهودك كيف يمكنني أقول بالألماني أنا محتار مثلا بدي أختار كتاب من بين كتابين ومحتار أي واحد أختار أرجو الرد وشكرا مفتاح حلها الجملة في الحقيقة هي كلمة محتار اللي هي unentschlossen في اللغة الألمانية unentschlossen يعني محتار فبتصير ترجمة الجملة على الشكل التالي إيش موس ميش في أين سوى بيوشان انشايدن بين أبا unentschlossen welches إيش نمن صل السلام عليكم أخي خالد ما هو اسم الأرقيلة باللغة الألمانية جزاك الله خيرا طبعا هذا السؤال سابق ومر معنا في دروس السابقة كلمة الوصبفيفة اللي هي الأرقيلة طبعا أنا ذكرت دي وصبفيفة يعني الأرقيلة إذا من فاكفكة منشوفها الفسا هي هو المي والبفايفة البفايفة هي بمعناها الأدبي معناها الصفيرة يعني الزميرة مثلا مثل دي بفايفة دي شيتس غيشتاس يعني صفارة الحكم اللي بالمباراة اللي بيصفر فيها فالفسا بفايفة هي مثل الصفارة مع المي هيك بيترجموها في اللغة الألمانية فالفسا بفايفة هي الأرقيلة في اللغة الألمانية إلا تسمية تانية بيقولوا دي شيشا هاي جاية من الكلمة المصرية الشيشا يعني بيستعملوها كمان باللغة العامية بهذا الشكل ولكن الأصل أو اسمها الحقيقي هي دي فاساب فايفا طبعا هلا إذا نقول نحن أهوة أراجيل باللغة الألمانية ما منقول فاساب فايفن باع منقول شيشا باع هذا الشيء المتعرف عليه باللغة الألمانية أو في ألمانيا دي شيشا باع يعني أنه أهوة الأراجيل بينما معنى الأراجيل أو اسمها هو في اللغة الألمانية دي فاساب فايفا يعطيك العافية أستاذ كيف فيني يقول بالألماني لا تحملني زنب شي مو عامله ومشكور سلفا طبعا تحميل الزنب بهالشكل بهالمعنى مو موجود في اللغة الألمانية يعني هادا الاسلوب اللغوي موجود في اللغة العربية فقط ولكن في اسلوب قريب كتير باللغة الألمانية فبتصير ترجمة الجملة أو كيف تقال باللغة الألمانية ممكن نقول نحن مخميش نيك في أتواس فأنتفورتلي دس إيش نيك كتان هاب مخميش نيك في أتواس فأنتفورتلي دس إيش نيك كتان هاب يعني ما تخليني مسؤول عن شيء لم أفعله لم أقترفه إذن هون فأنتفورتلي يعني أنه هون مسؤول عن شيء مو أبدأ لنا الزنب وإنما مسؤول عن شيء لم أفعله أو لم أقترفه يعطيك العافية أستاذ على الجهدي اللي عم تقدمه سؤال صغير كيف فيني يقول مثلا رفيقنا غمي وأخدوه على المستشفى في الحقيقة سؤال كتير حلو لأنه فيه تركيب حلو اللي هو إنه يقع في الغيبوبة أو إنه يدوخ ويتطب بيهال معنى في اللغة الألمانية إلا في الحقيقة تركيب مباشر اللي هو إن أُنمacht فالن إن أُنمacht فالن يعني إنه يغيب عن الواعي يدوخ ويتطب بيهال معنى طبعاً ممكن نستخدم كمان إذن إنه يصبح غائبا عن الواعي أو إنه يدوخ ويتطب إما التركيب الاسمي أو التركيب الفالي إما إن أُنمacht فالن أو أُنمächtig werden فنحن بتصير ترجمة الجملة على الشكل التالي إذن رفيقي غاب عن الواعي داخطب وتم نقله إلى المستشفى فبتصير ترجمة الجملة على الشكل التالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ الكريم خالد عندي سؤالين كيف نقول للبائع خلي البائع إلك والسؤال الثاني كيف نقول هو ما عجبه كلامي هو ما عجبه رأيي هو ما عجبه اقتراحي هو ما عجبه الخبز العربي مثلاً أو الأكل العربي في الحقيقة السؤال كتير حلول لأنه نحن نستخدم هذا الشيء كتير في حياتنا اليومية إذا نحن قاعدين بقهوة طلبنا فنجانين قهوة وجدنا الفاتورة 8 يورو فطعلنا 10 يورو ونعطيه للشخص اللي عم يشتغل هناك يوروين بخشيش فنقول له أنه هدول إلك فمنقول له إذا نعطيه 10 يورو هي الفاتورة 8 منعطيه 10 ونقول له يعني تمام يعني تمام البخشيش إلك البائع إلك هيك تستخدم وتقال في اللغة الألمانية مستعملة كتير لما منوصي شيء على البيت مثلاً بيتزا أو أكل أو نحن بفكون بمكان عم نشرب قهوة إذا نقول له يعني هك تامام ابل باقي إلك السؤال التاني هو أنه نحن كيف من ترجيب هالجمل أنت ذاكرت أكثر من جملة الشي المشترك بيناتا أنه هد يم نيشت جفالي إذا ما عجبه هد يم نيشت جفالي فأنا بغيير الكلمة فأقول مينم ميننو هد يم نيشت جفالي يعني رأيي ما عجبه مينم ميننو هد يم نيشت جفالي أو بدي أقول اختراخي ما عجبه فأقول يعني اقتراحي لم يعجبه وهكذا بغير الكلمة الأولى أنا حسب الشيء اللي بدا أوله يعني لم يعجبه فبصير الموضوع أو بيصير الموضوع سهل كتير في الحقيقة هو سؤاله كتير حلو لازم نحن نعرف طبائع وعادات المجتمع الألماني لأنه عايشين في ألمانيا طبعا في الشكل الطبيعي هذا الشي بتكتسبه مع الزمن لما بتعيش في ألمانيا يعني بتتفرج على التلفزيون بتشوف جيرانك بتتعامل مع الألمان تعرف شو الأعياد اللي بحتفلوا فيها شو العادات والتقاليد الموجودة عندهم شو الأكل اللي بيحبوا ياكلوا كيف بتصرفوا بمواقف معينة إيش الأشياء المتعرف عليها بألمانيا وأشياء لا طبعا لو أردت أشرح لكم هذا الشي طب بدنا سلسلة كاملة من الفيديوهات طبعا صعب كتير لمحدودية الوقت طبعا أنا بحاول دائما أقدم لكم كل شي عندي طبعا أنا لم أقدم شيء من العندي طبعا أنا دائما مربط بالفيديوهات يعني ما أقدر أنتج كمية كبيرة لظروف طبعا إنتاج الفيديوهات بده شغل كتير عندي كتير أشياء وكتير أفكار وكتير اقتراحات منكم كمان إنه استاذ عملنا مثلا حلقات مواقف معينة كيف نتعامل فيها مثلا مع الموظفين وفي محطة القطارات أو أي شيء طبعا أنا بتمنى أعمل هذا الشيء الشيء الوحيد اللي مربطني لحد الآن هو والوقت عامل الزمن انتاج هيك أشياء بده شغل أيام فما رح يكون الإنتاج سريع فنحن هلا عم نشتغل على كورس البيت سفاي بس ننتهي منه كمان ممكن هذا الشيء يفتح أفاق وأبواب جديدة في ختام هذه الحلقة بتمنى من الجميع انه يكونوا استفادوا من الأسئلة اليوم طبعا أنا عب حاول دائما أناقي الأسئلة وبعتذر برجع من كل الناس اللي ما بقدر أجاوب على الأسئلت لأسباب عديدة طبعا لأنه الأسئلة أول شيء كتير يعني كميات هائلة عب تجي من الأسئلة وكمان في شغلة كتير مهمة أنه لتزداد فرصتك أنه أنا جاوب على سؤالك بتمنى دائما أنه يكون السؤال محدد يعني شيء محدد جملة محددة مفردة محددة شغلة معينة هيك بيصير الموضوع أسهل لطبيعة الفيديو مدته عشر دقائق تقريبا فما منقدر نحن نطيل الشرح أحيانا بيجي السؤال بده دروس قواعد كاملة للشرح فما بقدر أنا أجاوب على هذا الشيء في حلقة اسألني بتمنى تفهم هذا الشيء وبعتزن من كل الناس اللي عب قادر أجاوب على الأسئلة طبعا فيه كمية هائلة من الأسئلة عب تجي مثل ما عب تشوفه ولكن عب أحاول قصارى جهدي وعب أعمل حلقات كتير صايرة عن سلسلة تسألني مشان أفيد كل الناس فتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا